كم مرةً واجهت أمراً عصيباً فشعرت في داخلك أنك لا تستحق ذلك كم مرةً سمعت غيرك يستنكر إصابته بابتلاء ما لأنه لم يفعل شيئاً سيئاً في حياته يستحق عليه هذا البلاء وكم مرةً دار في بالك أنك كنت تستحق ما فاتك أو سمعت شخصاً غيرك يلوم قدره على فوات أمنية له والعياذ بالله إنه يا صديقي الشعور الوهمي بالاستحقاق أنت تستحق كل شيء تستحق أن تفوز دائماً تستحق أن لا تعاني أن لا تحزن أو تفقد لكن لربما لم تسأل نفسك لماذا تتوهم أنك تستحق هذا من الأصل؟ فالمؤمن يعلم أنه ملك لله وأن الكون كله ملك له سبحانه وأن الملك المالك لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون لكن يبدو أن عصرنا قد شابته شائبة التمركز حول الذات أو عبادة المشاعر بتعبير عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل لكروة فصار الواحد منا يقيم الأمور بحسب موافقتها لمشاعره لا بحسب حقيقتها وفي ظل منظومة كتلك تختفي الكثير من القيم الإيمانية التي يحتاجها المؤمن فلا يشعر باستفاء الله له عند البلاء ليصبر وترفع درجته أو بمنته عليه بالنعمة ليشكره وينال البركة فتلك معاني أكبر من الإنسان ولا تمنحها له ذاته وما دام كلنا يؤمن بالله وباليوم الآخر ونؤمن بخلود الآخرة وفناء الدنيا فكيف يتوه عن بال أحدنا أنه ما منح ولا منع إلا ليختبر وأنه مبتلى بالخير والشر فتنة ولا علاقة الاستحقاق في ذلك من عدمه على المؤمن أن ينظر إلى الحياة من زاوية أخرى من زاوية أرحب من زاوية الرضا وليتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحدا لا يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله حتى هو صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه من المكانة والدرجة الرفيعة عند الله تعالى فكيف بنا نحن كيف بمن هم دونه فالشعور بالاستحقاق مبدأ الكثير من مشاكل الإنسان فإذا تخلى الإنسان عن استحقاقيته تخلى عن جل أحزانه وأسقط عنهم همومه وكذلك امتنى لكل العطايا وأحسن شكرها فتواضع ترضى وإذا رضيت سعت